نفذ أهالي المهندس طارق الرابعة الموقوف بتهمة التعامل مع إسرائيل اعتصاماً أمام المحكمة العسكرية في بيروت طلبوا فيه بالإفراج عنه في غياب أي دليل يدينه وفق ما جاء في بيان وزعوه في المناسبة نحن بنتهمك لأنه أنت زلت لمدة عشر دقاي خلال حرب تموز على مكتبك فيت على مكتبه طارق المهندس طارق فيك على مكتبه وليس على أي قسم آخر لا سنترال ولا غير سنترال فإذا كان هذا هو اتهام فهذا هو الافتراء بعينه لأنه هيك عبدوا يخلوا لازم كل موظفي شركة ألفة تفوت على السجن لأنه كلهم فاتوا مع كاتبون أما إذا كان دليلكم هو تحقيق الأول عند مخابرة الجيش فكلتنا منعرف كيف صارها الاتهام فالتقرير طب بتكفل فيه وريحنا منه لأنه سبت أنه طارق تعرب لكل أنواع التعذيب نطالب بتدخل رئيس الجمهورية الفوري لوكف ومنع هذه المحاكمة عن المهندس طارق عمر الرابعة وأخلق سبيله فورا ودع شقيق الرابعة إلى الكف عن تضليل الرأي العام وعدم الاعتماد على الأوهام والأكاذيب لبناء قواعد إثبات لبناء متصدع ومنهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر